على الطاولة العراقية الإيرانية تتم مذكرة تفاهم جديد بين البلدين هدفها الأول شارك في تأمين الحدود ومراقبة المنافذ الحدودية ومنع التهريب ومكافحة المخدرات اللقاء الذي مثل الجانب العراقي فيه وزير الداخلي عثمان الغانمي بزيارة إلى طهران شامل توقيع مذكرة تتضمن خمسة ملفات مهمة من بينها تسهيل دخول المسافرين عبر المنافذ البرية والمطارات والاتفاق على الدخول الفيزائر يوميا عبر المنافذ البرية الاتفاق تضمن وجود إجراءة خاصة خلال الزيارة المليونية مثل الزيارة الأربعينية الغانمي أعلن من طهران إلغاء التأشيرات مع إيران بشكل تدريجي الاتفاق يأتي في سياق الخروج من أزمة تفشي كورونا التي أثرت بشكل سلبي على البلدين وحركة الزوار فيما بينهما بما يؤدي إلى صفحة جديدة تضمن عودة وسلسة التعامل مع ملف الزائرين عبر المنافذ الحدودية بين العراق وإيران وتبقى القضية الأهم المتعلقة بمناقبة ملف التهريب الذي ألحقت ضرر بشباب العراق سيما بعد ارتفاع موجة التجارة بها والاتجار بالبشر ما يتطلب شركة بين البلدين في ضبط الحدود بما يضمن فرض لغة القانون ومحقبة المخالفين لقرارة البلدين الأمن الحدودي ترجمة نانسي قنقر